اشتركوا في القناة للراقبة للوجه لليدين للجسم أي تصبغ موجود في الجسم وناتج عن الإهمال تفيدوا هذا الوصفة تزيل الأوساخ والتصبغات من الوجه التعرض الكثير لأشعة الشمس الإهمال وحتى ضربات الشمس مثل التعرض لأشعة الشمس على شاطح البحر في المصيف من الاستعمال الأول تظهر النتيجة تعطيك بشرة صافية نقية لامعة محددة اللون مخملية كما تريدينها لما تعطيك بشرة ناصعة البيضة أنا لا أقصد باك الإسميران الناتج عن الولادة الصمراء يا محلاها والبيضاء يا محلاها أنا أقصد الإسميران الناتج عن الإهمال والتصبغات الناتج عن التعرض الكثير لأشعة الشمس والتعرض للأشعة ما فوق البنفسجية الضارة على البشرة تبعوني أخواتي مع خطوات هذا الروتين وطريقة الاستعمال أولا نحتاج إلى المقشر صالح للركب للأكواع لعظام الأقدام لأثار الصلاة للبشرة لليدين للجسم للظهر للمؤخرة للوجه ما عدا دائرة العينين لتلمسيها هذا المقشر استعمله مرة أو مرتين في الأسبوع يعطيك نتائج ملموسة يقسم يحبة الطماطم إلى إثنين أغمسيها في السقر سواء السقر البني أو السقر الأبيض العادي المتواجد عندك يحب ذلك أن يكون السقر البني وإذا غير متوفر استعمل الأبيض العادي عرضي المنطقة التي تريدين تقشيرها إلى القليل من البخار إذا كانت البشرة عرضيها للبخار وإذا كان الجسم يعني تعرضي إلى في الدوش في الحمام إلى البخار بخار الماء الساخن الموجود في الحمام في الدوش وحتى تفتح المسام جيداً أو بلل الجسم بماء دافي من أجل فتح المسام وابدأي في فرك المنطقة فرك دائري ناعم بإمكانك استعمالها على أي منطقة خشنة في الجسم الركب الأكواع الأقدام أثر صلاة الظهر المؤخرة البشرة أبدأي بالفرك فرك ناعم دائري لمدة خمس دقائق حتى توزيل الخلايا الميتة تماماً والجلد الميت ثم أشطفي الجسم أو البشرة بالماء الدافي المقشر يستعمل لكل الجسم للوجه وللجسم كامل أما الوصفتين المواليتين واحدة نستعملها للبشرة والثانية نستعملها للجسم تابعوني أخواتي خطوة خطوة الوصفة الأولى هذه خاصة بالبشرة فقط لكن إذا حبيتم تستعملوها للركب والأكواع والأقدام والظهر والجسم بإمكانكم ذلك أو اليدين عندنا ملعقة من الفرينة، لفاغين، الطحين، الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات لنعمل به الكيكا، البيتزا أنا أشرح ذلك لأنه عندي متابعات من جميع أنحاء العالم واللهجات تختلف نحتاج إلى ملعقة كبيرة نضيف لها ملعقة كبيرة من دقيق الحمص في الدول العربية يمكن اللهجة تختلف هذا هو الحمص نتمنى تكتبوا لي في التعليقات ما اسمه في كل الدول نحن في الجزائر نعيطول الحمص أو الحميصة في المغرب لا أدري يمكن يسمونها الحمص أيضا ممتاز في ترطيب البشرة وتوحيد اللون يغذي البشرة الجفة لنعمها ويرطبها تماء لأنه لا يجفف ويوحد اللون أيضا يقضي على علامات تقدم في السن يصفي الوجه يزيل الكلام في التصبغات الجلدية مع المدوم عليه يعطيك نتيجة ممتازة اشتري جاهز مطحون يباع مطحون عند العطارين في المحلات أو اشتري هكذا حبوب وإطحانه في طحونة القهوة أو طحونة الحبوب الكاملة وإذا كان غير متوفر عندك استبدليه بالأرز الأبيض العادي الرز الأبيض اللي نستعمله في السلاطات في الأكل اطحانه أو اشتريه جاهز مطحون نضيف ملعقة من العسل الصافي الأبيض الطبيعي أو على الأقل تكون فيه نسبة عالية من الجودة يعني حاولوا على الأقل يكون فيه نسبة وإلا استعملوا عسل الشفاء أو العسل الموجود في السوبر ماركت أو استبدلوه بزيت اللوز اللي حلو نصف حبة ليمون حامضة يعني القارص في الجزائن ثميه لوسيدخون عصير ليمون واجمع المكونات بالحليب المتواجد في بيتك الحليب العادي اطبقي هذا الخلطة على بشرة نظيفة على الراقبة على الوجه كامل ما عدا دائرة العينين طبعا استرخي اتركيها لمدة نسف ساعة واغسليها بفرق ناعم دائري بقطنة مبللة بمأدافي حتى تزول تماما ثم اغسلي وجهك بغسولك اليوم العادي او احد انواع الغسول الطبيعي اللي عملناها في القناة نتركي لكم الروابط في صندوق الوصف غسول طبيعي لكل انواع البشارات ورشي التونر بعد ذلك نتركي لكم رابط التونر في صندوق الوصف ممتاز كذلك لقفل المسام او رشي ماء الوردة او رشي مغلى من ظهرة البابونج ظهرة نجمة الارض او مغلى الارض او اي انواع التونر مناسب لك ورطبي بعد ذلك باي نوع كريم مرطب خاص بك او احد انواع الكريمات المرطبة اللي عملناها في القناة هي فعالة نتركي لكم ايضا روابطها في صندوق الوصف يكرر هذا المسك يوم ايه ويوم لا خصوصا من العرائس المقبلات على الزواج وغير العرائس او اللواتي تعرضن للإهمال في فصل الصيف لإهمال البشرة يطبقوا هذا الروتين ممتاز لهم ننتقل الان الى الوصفة الموالية ملعقة من الحمص هذا هو الحمص وتوفر في كل دول العالم اشتره مطحون او اطحنه بنفسك في البيت ضيف ماء الاكسيجيني رقم 10 يباع في الصيداليات رقم 10 ماء اكسيجيني هو سائل ابيض مثل الماء طبعا هذا الوصفة للجسم فقط للركب للأكواع لاثار الصلاة للظهر المؤخرة وليست للوجه لانه خاص ان تتسبب حساسية للبشرة والتي لا يتحسس وجهها من الوصفة تستعملها هنا المسألة اختيارية جربوها اولا على الركب والأكواع افضل نضيف لها ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند انا قمت باذابتها لانها كانت في التلاجة نطبقيها بعد هذا المقشر طبقيها على الركب على الأكواع على الظهر على المؤخرة على الأثر الصلاة على الأقدام على عظمة القدم هذه تصلح للجسم أكثر لكن إذا بشرتك لا تتحسس منها استعملها على الوجه هنا المسألة اختيارية حسب كل نوع بشرة كل واحدة تختارها إذا تناسب بشرتها وإلا تستعمل الوصفة السابقة طبقيها على المكان الذي تريدين تفتيح لونه وتركيها لمدة ربع الساعة ثم أزيليها بقطنة مبللة بماء دافي وأغسل المكان جيدا بالماء البارد أو بالغسول الخاص بالجسم أو بالبشرة ورشي التونر بعد ذلك وقومي بالترطيب مترك لكم روابط التونر والمرطب في صندوق الوصف والغسول الطبيعي أيضا للجسم والبشرة يقرر هذا الروتين ثلث مرات في الأسبوع أو يوم إيه ويوم لا هي ممتازة أيضا وما تنسوش الترطيب بعد ذلك ضروري منه أنا ضفت لهذه الجوث الهند لتعطيكم الترطيب المطلوب لكن ضروري لكم ترطبوا البشرة بعد ذلك اهتموا ببشرتكم أخواتي اهتموا بها من ناحية الغذاء الصحي شرب ليترين من الماء يوميا بتحدوا عن تناول الدهون الحلويات النوم الكافي ضروري للبشرة لانتعاشها مارسوا الرياضة ولو على الأقل المشي نصف ساعة يوميا عملوا مصاج تدليك للبشرة بالزيوت الطبيعية مرة في اليوم مناسبة لها نظفوا البشرة صباحا جيدا رشو التونر للبشرة ضعوا واقي شمس مناسب البرايمر أيضا يكون نوعية جيدة مع الفونديشن لأن هذا يؤثر على البشرة ويجعل المسام تتفتح وتتعرض إلى البثور والرؤوس السوداء لازم نوعية الفونديشن تكون جيدة تعملوا المقشرات المناسبة للبشرة ولو مر مرتين في الأسبوع ضعوا المسكيات الطبيعية أزيلوا الماكياج قبل النوم رشو التونر المناسب للبشرة ضعوا أيضا السيروم المناسب للبشرة من أجل قفل المسام وأيضا من أجل ترطيب البشرة بعمق أيضا ما تنسوش المرتب الليل قبل النوم أعملوا وقاية للبشرة وطبعا الوقاية خير من العلاج إذا اهتميتم بالبشرة واتبعتم نصائح خطوة خطوة رح تبين البشرة جميلة ولو بدون مكياج تعملوا وقاية من التجاعد تعطيكم بشرة مخملية رائعة نظرة تشع بريقا وجمالا ضروري الأخذ بعين الاعتبار جودة المكونات وطريقة الاستعمال ووقت الاستعمال وكيفية الاستعمال أعملوا وقاية والوقاية خير من العلاج إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد للحظة نزوله شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام